اللي حبيت أن أعرفها أنت تقولي بدأوا المشاكل نوع المشاكل وشنا هي مثلاً؟ المشاكل كما احنا نقوله أنا شايف كل مرة نتدوسوا معاه يعني الأبسط الأمور يقول بشي كما أقوله شوالي يجي هو ويقولي هذيك وهذيك احنا ما نحملوش وشي هذيك وهذيك فاهم باش نعنا نفهم الموضوع داعك لا أعلم ما نحمي جلال احنا في النهار هوك الزوج بحياتنا تبدلت تماماً من الزوج خوك؟ من الزوج ما بحياتي أنا تبدلت للظلمة حياتي يا رطيف أنا كده بعدك ألا ألا تبدلت حياتك هاكا شغل مرته زعما أنا راني نظلم فيها أنا راني عقابها راني نعس فيها راني نحوص نطلقها فهمت هذو ثم بعد شفت شفت صايم ما قدرتش نحمل سمحني هوك يخطب يخطب في الأول انت قلت الوقت هذا كنت عمرك 13-14 سنة هكذا كنت بالك 12 في اللاجة ذا كي يعني 12 ما بين 12-13 كي يجيبها عروسة انت كن عن اي 13-14 الوقت هذا كنت العملي حنفوت بيال بأيام يعني اي صح في الأول كنت عنا قد كن مليحة كنت مليحة ايه بالعكس فرحنا احنا ايه جيتنا عروسة جديدة يا ربي يزقكم الطفلة واحدة اخرى ايه الحمدلله ايه وبالعكس كنت علاقة بيها في الأيام من الأولى للحد الآن وليت علاقتي مع أخويش ما من هادرة ما كانش السلام ما كانش السلام ما كانش سلام ما كانش انتم ما عايشين في دار واحدة عايشي في دار واحدة ايه وقيس بيالك وحدة ربع عشر سنة ولا خمسة عشر ربع عشر سنة ربع عشر سنة ربع عشر سنة ولا ايه اسم من هادرة كلها من لدرك تلتعاش سنة وربع عشر سنة ومسا في العياد تتغافروا في العياد تغافروا محدة ما كمانا قولوش والتاعربي ما تغافل وفي رمضان كيفة تتغدوا كل مع بعض لا ها من بعد هو قسم قسم دار كوزينته وحده قعد معنا باريود ومبعد دار كوزينته وحده مم ومبعد انا وليت نشوف العوج ان وليت نير كلامي على اختي اختك على اختي ذي كلامي ايه ولا كلش لاسق فيها هي كيفة مثلا 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 دوك ما بيش هنا اديك الحاجة ما ندارتش اه هي شغل الدار حبيثة هيا مثلا هيا كمان قولوش شغل الدار اه هي كلش عليها هي كان كلاني قلبي ما تشوفني الوالدين نجي بدوليهم بزاف يعني ولا يفضلوهم علينا ويفضلوهم علينا باغلبية الحويج عندو كينجي ورأي كلامي والله اخوكم اه اخوكم اه ها تهضروش توب ممزاكم صغار ومتفاهموش هاكا فهمت قصدي ربي انا هاديك اله ربي انا وحد الحالة تاع اه ما ممكن تشوفه اخوك صاي برد اك قلبك منه اخوك اه اي اه اما قدرش عليك انا قلبي برد منه انا قدر عليك برد قلبي منه ومتمنية أن ترجع لحياتك ما كانت إن شاء الله بالخاوع